نكمل نكمل أخبارنا النهاردة والحكايات كثيرة وكثيرة جدا وممتعة جزبالدو فريرا المدير الفني لنادي الزمالك قرر الإبقاء على خمسة لعبين ناشئين فقط ضمن صفوف الفريق الأول خلال التدريبات والمباريات المقبلة بعدما شاهدت الأولى الأخيرة تواجد عدد كبير من الناشئين في التدريبات تواجد في التدريبات الفريق الأول من الناشئين خلال فترة حالية كولن من سيد عبدالله نيمار وسيف جعفر وحسام عبد المجيد وحرسي المرمى محمد نديم وعبد الرحمن نفاد ده بالنسبة لناشئين أنادي جاز الفني لنادي الزمالك يتفق مع إدارة الكرة بيئ الزمالك على تكوين فريق الأمل في الفترة الماضية لتجهيز اللعبين الناشئين المميزين بصفوف قطاع الناشئين اللي استعانى بهم في المستقبل لسه مع أخبار نادي الزمالك والإفواري رزاق سي سي لعب الزمالك دخل ضمن اهتمامات فريق البنك الأهل يضموا في الانتقالات الصيفية خصوصا أن عقد اللعب مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق في الفترة الحالية اللعب سبق وتلقى اتصالات من قبل مسؤولي نادي الاتحاد سكندري لانتقال إلا سفوفه في الموسم المقبل ده فزا الاستقرار الزمالك على عدم تجديد عقد اللعب الفترة اللي جاي أعتقد للتحاد أعتقد للتحاد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة